أسمع إزاي إنما تعالوا تعالوا نصعد يا أهل ده مثلا في مكان عملي يعني تعالوا أنا بسحى الصبح عشان أقضي وقت مع ربنا برق في مكان معين وأنا في قطي مثلا بطريقة معينة ولا بطريقة عملية إزاي بطريقة عملية أشرح الحتة دي في العقد القديم كان بيصعدوا إلى جبل حقيقي ملموس ليه لأن ربنا كان لسه منشقش الحجاب عشان ندخل إلى الأقداس الحقيقية فجاب لنا شبه الأقداس عشان نفهم بشكل ملموس كرمز إعلان عشان كده في سفر العبراني يقول ما جناش لجبل ملموس مضطرن بنار لكن بيقول أتيتم إلى جبل صهيون إلى مدينة الله الحي أرشاليم السماوية فلسه بيتكلم في رسالة العبرانيين عن جبل بس بين الرسالة اللي عايزي أقولها من خلاله ومش لازم حاجة مادية مكان لكن مستوى روحي حتة روحية نكون بنصلي من خلاله وعلشان أنا أصعد ما ينفعش أصعد ونشيل الشيال تقيلة لا ما ينفعش أصعد ونشيل الشيال دي هنتكلم عنها إزاي أصعد لكن في حتة إنه ربنا دعوة إلى الصعود وده اللي قالوا في نشيد الأنشاد يا حمامتي في محاجئ الصخر أريني وجهاكي بيدعوها إلى حتة معينة حتى لما كلمنا في حلقة عن الفرق بين العابد والمتشفع والمحارب لو خدنا بالنا حنلاحظ أن التلاتة بيتحركوا من حتة عالية يعني إبراهيم لما حب يقدم إصحاق قدمه في جبل المرية موسى لما كان بيتشفع ليشوع في خروج 17 في حربه مع ماليك كان واقف على رأس التلة إلي في مواجهته مع أنبياء البعل على جبل الكارمل على جبل الكارمل في حتة عالية فكل المواقع دي مواقع العبادة والشفاعة والحرب الروحية أول حاجة قبل ما نعملها نحن نحتاجين بس نتموقع في المكان اللي المفروض نصلي منه نعبض ولا نتشفع ولا نحارب عشان كده دايما لو حد بيبص يلاحظ في العاد القديم من دعوات الصلاة أو نصلي دعوة إلى مكان دعوة إلى مكان كل مشاهديننا النهاردة مدعوين لمقابلة خاصة جدا مع إلهنا ومع حبيبنا في مكان